مقال كارثي قرأت مرة قرأت مرة أخرى قرأت مرة ثالثة علي أستطيع أن أستوعب محتويات هذا المقال الكارثي بكل ما تحمله الكلمة من كارثية مقال في صحيفة مصرية يومية رأس ملها وملكها مصري والله 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 لو قرأت هذا المقال في صحيفة هارتس الإسرائيلية أو معاريف الإسرائيلية لكان الأمر ربما يكون يعني غير مقبول لكنه متفهم أما أن أقرأ هذا المقال الكارثي الذي مر عليه 48 ساعة حتى الآن أو يزيد ولا أجد لهذا المقال الكارثي الصدى الذي تستحقه مصر لا أزايد ولا أستبق الأحداث وإنما أقرأ بشكل واضح وصريح المحتويات والمترادفات والمعلومات والمصطلحات الكارثية في هذا المقال الذي أزعجني أيما إزعاج وأقلقني أيما قلق ليس على مهنة الصحافة والإعلام وإنما على كيفية تفكير البعض تفكير كارثي يقود إلى كارثة تداعياته كارثية حتى لا أطيل على المشاهد الكريم مقال في صحيفة المصر اليوم هذا المقال يكتبه كاتب مجهول أو معلوم زي ما بيقول عباس الترابيلي اسمه استحداث وظيفة هذا المقال باختصار غير مخل بيدعو الكاتب المسمى بنيوتن من خلال ثناية هذه المقال إلى كارثة محققة بكل المقاييس هأقرأ المقال كاملا للمشاهد الكريم وأترك الحكم للمشاهد أترك الحكم للمحللين والمفكرين أترك الحكم لمن يفهم في مفهوم الأمن القومي المصري في مفهوم ماذا تعني سيناء للأمن القومي المصري في مفهوم ماذا تعني الكلمة وتأثير الكلمة والصحافة في مفهوم الأمن المعلوماتي والأمن القومي هذا المقال أهديه كهدية سوداء لكل مهتم مهموم بمصر هذا المقال لا يجب أن يمر مرور الكرام وأنا على ثقة أنه لن يمر مرور الكرام والذي نفسه بيده لو كتب هذا المقال بيد معتز مطر أو محمد ناصر أو أيمن نور أو حمزة زوبع أو حتى إبراهيم مونير أو حتى المرشد أو حتى أعت هؤلاء لن يصل بوقاحته بوقاحته إلى ما وصل إليه مستر نيوتن لا أعرف من هو نيوتن لكني أعرف ما قاله نيوتن قال نطقا وكأنه لا أريد أن أحمل الأمور أقل مما تحتمل لأن الأمر جلل يقول الكاتب المسمى بنيوتن في المصري اليوم عادة يتم الإعلان عن وظيفة شاغرة ليتقدم إليها كل من يريد شغلها لتعكس هذه المعادلة اليوم باقتراح وظيفة نتمنى استيع إحداثها ما هي الوظيفة التي يتمنى أن يستحدثها مستر نيوتن بيقول بيقول نيوتن لن يكون لن يكون السن عائقا أمامها فلدينا تشياو بينغ صانع نهضة الصين الحديثة وانطلاقتها الكبرى وتولى الحكم عن عمره 81 عام مهاتير محمد تولى الحكم في ماليزيا عن عمر 91 عام الوظيفة التي أقترحها نيوتن يتحدث وأتصور لها هي حاكم سيناء مدة التعاقد ست سنوات متجاوزا مهام المحافظ فالمحافظ مقيد بالوزرات المختلفة لحظة هنا لحظة هنا يتحدث ويطلب ويطالب نيوتن في مقاله أن يستحدث وظيفة اسمها حاكم سيناء حاكم سيناء كيف طاوع القلم السيد نيوتن كيف طاوع عقل وقلب نيوتن هذه الأفكار لتخرج بمداد مسموم لتسطر كارثة تصل إلى الخيانة العزمة أنه يطالب أن يكون هناك حاكما لسيناء واحد يقول لي يعني المحافظ حاكم طب أنا عندي محافظ عندي اتنين محافظين محافظ شمال سيناء وعندي محافظ جنوب سيناء وعندي الحاكم العسكري وعندي نائب الحاكم العسكري عندي دولة اسمها مصر بالجهاز الإداري للدولة عندي حكومة عندي مؤسسات هذا كله يريد أن يمسحه السيد نوتن بأستيكة ويقول يكمل الوظيفة اللي هي ايه حاكم سيناء يبقى الراجل عايز وظيفة نسميها بمقصين ايه حاكم سيناء الوظيفة تتطلب الاستقلال التام تتطلب ايه الاستقلال التام عن بيروقراطية القوانين السائدة في الاستثمار استخدام أراضي الدولة مطلوب الابتعاد عن ميزانية الدولة يعني بر الدولة يعني تكون الحاكم وأدواته ليس لها علاقة بالدولة وخارج ميزانية الدولة وخارج قوانين الدولة وخارج قارات الدولة بيقول لن ينجح الاقليم يبقى هو سماه اقليم مش محافظة اقليم لن ينجح الاقليم بالدولة الا لن يربط ولن يجمع الاقليم بالدولة الا حاجتين السياسة الخارجية والدفاع عشان الحدود يعني ايه ينهر يسود ينهر يسود اذا مر هذا المقال على الناس مرور الكرام فبئس هؤلاء الناس اي حد وانا بتكلم بشكل واضح لانه بلغ السيل الزبا معنى ذلك انه ما افهمه على قدر فهمي وقد اكون مخطئ انه دا معناها دعوة لانفصال سينا دعوة لفصل الاقليم عن مصر دعوة لادارة ذاتية او حكم ذاتي على غرار الحكم الذاتي اللي موجود فيه اكتر من دولة عايز واحد يسميه حاكم سينا ملوش علاقة بموازنة الدولة ملوش علاقة بقوانين الدولة بيرتبط فقط مع الدولة في حاجتين السياسة الخارجية والدفاع هل هناك مفهوم اخر غير ما فهمت انا بسأل وبقر المقال قدام الناس على الملأ تعالوا بس نشوف بيقول هذا لن نضيع وقتا في اختراع نظم وقوانين جديدة سنستعير النظم والقوانين المطبقة في دول اخرى زي سنغافورة وماليزيا وونكونج هنجيب قوانين من بره بقول الوظيفة قد يراها البعض مغامرة وبيقول انه سيئ النية هي المفروض سيئ النية حتى غلط في اللي تجد المفروض بيقول سيئ النية وهي المفروض سيئ النية سيصورونه كمؤامرة لتفتيت الدولة يعني كاتب المقال نيوتن بيستبق الاحداث بيعمل اللي زي ارهاب فكري مسبق بيعمل ابتزاز معنوي مسبق بيعمل بيحكم بسوء نية على من يفكر عكس اتجاهه يعني هو بيعمل فكرة بيقول فكرة وهذه فكرة شيطانية فكرة شيطانية بحق وبيقول كمان الناس اللي نيتهم سيئة يعني اي حد يعرضه هيبقى سيئ النية وله غرض وله هوى بيقول انه بيبتز من يخالفه الرأي معنويا وفكريا ودي اقل قواعد الدكتاتورية لان دي مش افكار لا يمكن ان اقبل ان واحد يجي يقول هنعمل حاكم للدلتا ونعمل حاكم للصعيد ونعمل حاكم لسيناء ونعمل حاكم ليه الصحراء الغربية دعوة صريحة لتفتيت الدولة المصرية رغم ان في الابتزاز المعنوي الذي كتبه كاتب المقال اقول بانها دعوة صريحة لتفتيت الدولة دعوة صريحة لسلخ ونزع سيناء من الدولة دعوة صريحة لما يسمى الحكم الزاتي انا اتكلم واتحدث بشكل واضح دون اي حسابات دون اي توازنات لانه عندما يمس الكلام امن هذا الوطن والامن القومي لهذا الوطن والله مجرم من يصمت والله خائن من يصمت والله من يقرأ هذا الكلام ويمر من بين اصابعه كما تمر الماء من بين اصابعنا والله جريمة مكتملة الاركان بيقول السيد نيوتن انه بيعمل مقارنة بين سيناء وبين دول زي الاردن وزي هونكون وسنغافورة بيقول الراجل اللي هيتولى هذه المهمة اللي هي حاكم سيناء له الحرية لاقامة النظام الافضل للحكم دولة يعمل اهو كلام انا مش جايبه من عندي اقروه اقروه يا مصريين من يتولى هذه الوظيفة تكون له الحرية لاقامة النظام الافضل للحكم المحلي الذي يحقق الاستقرار لهذا الاقليل دولة اخرى بيقول الاحتمالات ان هي تنجع وتفشل وغيره 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 تعالوا نبص سريعا الجرائم التي حواها هذا المقال واحد لقب او مصطلح حاكم سيناء جريمة بيتكلم على انه مدة التعاقد مع هذا الحاكم ست سنوات وكأنها فترة حكم على غرار بعض الدول زي فرنسا مدة الحكم ست سنوات وبيجعل ان الحكم تعاقدي تعاقدي يعني بعاقب يعني يحول الموضوع كله البيع وشيرا ثلاثة بيقول ان هذا الحاكم سلطاته بتتجاوز سلطات المحافظ اربعة بيقول الاستقلال التام ان المصطلحات دي مش من عندي المصطلحات من داخل المقال يبقى حاكم سيناء مصطلح جريمة مدة التعاقد ست سنوات جريمة اخرى تجاوزوا مهام الحاكم لمهام المحافظ جريمة ثالثة فكرة الاستقلال التام في القوانين والاستثمار واستخدام اراضي الدولة لان انتو عارفين ان في قوانين بتقول ان استخدام اراضي الدولة لها جهة واي حاجة تخص سيناء لابد من العودة القوات المسلحة الاخ نيوتن مش عاجبه لا القوات المسلحة ولا عاجبه الاجراءات الاحترازية للحفاظ على اراضي مصر بشكل واضح من خلال القوانين التي تصدرها الدولة لحماية الحدود والاراضي وما لسيناء من طبيعة خاصة فيما يخص الامن القوم المصري بيقول انه الاستقلال التام للحاكم في القوانين لستثمار وفي استخدام اراضي سيناء الاخطر من كده في الفقرة الرابعة او الخامسة بيقول الابتعاد الابتعاد عن ميزانية الدولة يعني لها ميزانية منفصلة ميزانية ما فيش اي علاقة الاقليم بيتكلم ذكر نيوتن كلمة اقليم خمس مرات في المقال وكأنه عايز يرصخ فكرة سلخ هذا الاقليم عن الدولة الام بيقول ليس له علاقة بالدولة ولا تربطه بالدولة الا في مصارين مصار العلاقات الدولية ومصار الدفاع والحماية الحدود والله والله هذا الكلام وهذا النموذج وكأني شايف مفاوضات بين السلطة الفلسطينية وبين اسرائيل على حكم ذاتي حكم ذاتي في غزة ولا في الضفة وكأني ارى مفاوضات الكرد في شمال العراق او مفاوضات الكرد في شمال سوريا او مفاوضات هون كونج مع الصين وتعالوا بيتكلم تاني بيقول في رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس جرائم الجريمة الست استعارة النظم والقوانين من سنغافورة وماليزيا وهون كونج انا في حالة من الصدمة الشديدة حالة من الصدمة الشديدة لانه السيد نيوتن بسوء نية اظنها متعمدة بيقول ايه بيقارن بين سيناء بيقرها بعينه كده جغرافيا بيقول دا كبيرة سيناء دي حجمها كبير مساحتها كبيرة دا قريب من الاردن او اكبر من الاردن وسنغافورة وهون كونج وكوريا بيقارن قطعة من ارض مصر تحديدا وبيسميها اقلين وعايز يعمل لها حاكم وبيقول هي بيقارنها بدول بيقارن هذه القطعة من الارد اللي عايز يفصلها ويتزعها دا حكم ذاتي تحت ما ظل استثمار وغيره بيقارنها باربع دول اتنين بيقارن الحاكم اللي هو عايز يجيبه الحاكم اللي هو عايز يوليه الامر بيقارنه بزعيم الصين وزعيم اندونيسيا ولا ماليزيا محاتير محمد الفكر لما فيجي تقارن ينفع اقارن محافظ الغربية ولا محافظ البحيرة ولا محافظ المنوفية برئيس الوزراء الياباني فيه خلل انا اقارن محافظ الاقليم سواء البحيرة ولا الغربية ولا شمال سيناء ولا جنوب سيناء اقارنه بمحافظ نيورك اقارنه بحاكم ولاية شينغاهاي يبقى مقارنة مزبوطة لكن لما تقارن حاكم انت عايز تستحدث له وظيفة برئيس دولة يبقى انت في دماغك عايز تبقى دولة منفصلة هي دعوة صريحة للانفصال غير مقبولة من الناحية الفكرية والناحية الوطنية من ناحية حتى العقلية من ناحية المنطقية من كل النواحة الثقافية جريمة مكتملة الاركان في مقال كارثي لا يجب ان يتم السقوط عنه وان يمر مرور الكرام المقال كارثي بكل المقاييس حاكم لسيناء حاكم لسيناء انا بسأل بمنتهى الوضوح بقول الراجل اللي اسم نيوتن معرفوش بيقول ولازم يفصح عنه ولازم نعرفه لازم نعرفه مين هو نيوتن مين نيوتن اللي بيترب في المصر اليوم مقال يومي وهذا المقال تصادف انه كتب مقال بيمثل جريمة مكتملة الاركان في الامن القوم المصري بيطالب بانه سيناء تبقى منعزلة ومنفصلة عن الدولة المصرية لها حاكم لها قوانين لها علاقات لها ميزانية لا تربطها بالدولة المصرية اي شيء هل هذه مصادفة هل هذه مصادفة ما الفرق بينما دعا اليه السيد نيوتن انه يكون في حاكم لاقليم منفصل وبين دعوة داعش وانصر بيت المقدس انه يكون فيه امارة ولها امير هل هناك فارق بين هذا وذاك ام هو طبعا بالالفاظ يطالب الارهابيون يطالب الدواعش يطالب هؤلاء الكارهين الماريقين للدولة ان يكون هناك ولاية منفصلة او امارة منفصلة لها امير من هؤلاء الغوغائية وصاحبنا هنا يطالب بان يكون هناك اقليم وله حاكم هل هذه معالم وملامح الليبرالية الداعشية الجديدة التي تطل علينا انا اتساءل انا اسأل واتساءل وهذا بلاغ الى النائب العام المحترم هذا بلاغ الى النائب العام المحترم بلاغ في مقال بيحوي في تقديري في تقديري وهذا رأي اقوله بمنتهى الوضوع وبمنتهى الصراحة وبمنتهى القوة هناك فيخاخ موجودة في المقال دعوة لان يكون لسيناء حاكم دعوة لان تنفصل سيناء عن الدولة في الميزانية وفي الادارة وفي نظام الحكم وفي القوانين وكأنها ليست كأنها وهي دعوة لان يكون هناك حكما ذاتيا بحاكم لمدة ست سنوات هذه ايضا بلاغ الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بشكل واضح المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هو المظلة التي نستظل بها جميعا لابد الاستاذ مكرم محمد احمد كاتبا قبل ان يكون رئيس المجلس اختياز مكرم محمد احمد مفكر قبل ان يكون رئيس المجلس ويفهم مدلول هذا الكلام وما وراء هذا الكلام وخطورة هذا الكلام وانا اناشد ضمير الاستاذ مكرم انه الوحيد الراهن انه ما عندهش حسابات لانه الاستاذ مكرم محمد احمد مستقبله وراءه مش امامه ما فيش توازنات انا بكلم هذا البلاغ هذا البلاغ لسيد وزير الدولة للإعلام وزير الدولة للإعلام الصديق العزيز اسامة هيكل اقرأ يا معالي الوزير هذا المقال وانا ظني انك لن ترضى عنه ظني انك لن ترضى او اثق انك لن ترضى عن هذا المقال لا اصادر فكرا دي قضية رأي عام دي قضية رأي عام انا ارى انه فيه خطورة ارى ان هناك فتنة يجب ان يتم وادها في المهد انا بلاغي الى كل صاحب ضمير والله الذي لا اله الا هو لم يحركني في هذا الامر الا خوفي على هذا البلد الا خوفي على هذا الوطن والله الذي لا اله الا هو ليس لي معرفة بمن كتب المقال ولا اعرف من كتب المقال ولا اعرف ظروف كتابة المقال ولا اعرف نوايا كاتب المقال لكني ارى عبارات واضحة فاضحة بتقول حاكم للاخليم حاكم للاخليم حاكم للاخليم هل يا ترى من الوارد القيام بهذه التجربة والتعامل مع سيناء كمنطقة اقتصادية ذاتها طبيعة قاصة ام ان معوقات هذه التجربة اكبر من ان نتجاوزها انا في حالة صدمة شديدة انا في حالة صدمة شديدة انا بسأل بقول هل هذه الصحافة وطنية هل هذا المقال وطني لا اعمم فالتعميم جريمة انا اعرف واحترم بشدة الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس ادارة المصر اليوم وانا قابلت الاسبوع الماضي هنا في المحطة وكنت منباهر بافكاره وتفكيره ومتابعته وهو من افضل المحللين السياسيين اسأله هل يا دكتور عبد المنعم الكلام ده عادي انا معرف اربما اكون مختل والاستاذ عبداللطيف المناوي رئيس التحرير الصديق العزيز بقول له يا استاذ عبداللطيف اعلم مئة بالمئة انت والدكتور عبداللطيف ناس مفكرين وناس انت تفهمه هل هذا المقال يعني يأتي في اطار حرية الرأي والتعبير ام انه تجاوز في مصطلحاته في توقيت حساس بتمر به الدولة المصرية انا باسأل ايضا مالك الصحيفة او ملاك الصحيفة على رأسهم المهندس صلاح دياب يا باش مهندس صلاح هل تقبل انه كاتب عندك اسم نيوتب انا معرفوش يشتح بعقله وبفكره ويرتكب جريمة نقراء في حق هذا الوطن انا فاكر مهندس صلاح مرة اتصل بي في اعقاب انتقاد انتقادته هنا على الهواء لشخصه في بعض السلوكيات وغيره 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 وكان بيعتب وتكلمنا حوالي نص ساعة تكلم عن الوطنية وتكلم عن التاريخ عيل الدياب وتكلم وتكلم الرجل وسامعته وتنخشنا وتحورنا واتفقنا ان احنا نلتقي فيما بعد نحتسي قهوة مع بعض عادي جدا انا بقول له اخر مرة كلمتك في هذه المكالمة وانت تتكلم معاه فيها كنت تتكلم عن مصر والوطنية والوطن ودور رجال الاعمال بسأل هل تقبل مهندس صلاح الدكتور عبد المنعم السيد عبداللطيف هل تقبلوا ان نيوتن يخرب علينا امننا القومي انا محرفش من نيوتن نيوتن لابد ان يحاكم نيوتن لابد ان يتم التحقيق الفوري معه الان دون ابطاء المجلس الاعلى اللي تنظم الاعلام وزارة الاعلام النيابة العامة انا ازعم ان هناك فخ فخ منصوب بشكل واضح كيف لنا ان يمر هذا المقال الكارثي من بين ايدينا دون ان ننتبه ودون ان نغضب انا اتحدث بشكل واضح ودون ان يكون هناك اي هوا في نفسي او غرض في نفسي او يكون هناك تصفية حسابات ما احد او يكون هناك حسابات ما احد او اكون اتحدث لحساب احد ما عاز الله ما عاز الله انا اكون من الجاهلين انا بتحدث كمواطن مصري ارى امامي ان الدولة بتشتغل باقصى طاقة ممكنة ممكن ان تتحرك بها حكومة او دولة واجد هناك من يهيل الطراب على هذه التجربة بالكامل ضاربا بعرض الحقيقة القيم الانسانية والاخلاقية وطالب بحاكم مستقل عن الدولة لمدة ست سنين ويتكلم يقول سينا قد الاردن وقد اندونيسيا وقد هونج كونج يقارن بين هونج كونج بحكمها الذاتي واستقلالها المطلوب دلوقتي من الصين هل يمكن ان يكون هذا مقبول هل يمكن ان يكون هذا حريت رأي وحريت فكر والله ان كانت حرية رأي او فكر لا عن الله حرية الرأي ولا عن الله حرية الفكر الامن القومي المصري خط احمر وهو بيعترض في المقال عن كلمة سيناء خط احمر مكتوبة في المقال بيقول انه فكرة الهجوم وانه سيناء خط احمر ده اهو سيئ النية سيئ النية سيصورونه كمؤامرة لتفتيت الدولة لمجالة للتفريط في اي قطعة من ارض مصر من الاقليم مش ارض مصر الاكثر تشربا بدماء المصريين ولفرادة هذا الاقليم برضو مسمي الاقليم وانا كلمة الاقليم بتعمل لي هلع كلمة الاقليم تذكرت في المقال خمس مرات مش مش عفوية فيه هاجز في دماغ نيوتن انه الاقليم ده ينفصل يقول سيكون قاطرة التقدم والاصدار لمصر بالرغم من الذين يعتبرون سيناء خط احمر ايه سيناء خط احمر رغم انف نيوتن واللي جابوا نيوتن واللي شغالوا نيوتن بيقول ايه بالرغم من الذين يعتبرون سيناء خط احمر خط احمر رغم انفك بيقول لتظل مهجورة جرداء يعني اللي بيحصل لو لم يكن هناك اخدم بهذا الرأي لسيناء بيقول نيوتن لتظل مهجورة جرداء او ملعبا مفتوحا للجماعات المتطرفة والصفقات المشبوهة انا بسأل نيوتن بقول له لو سمحت ما هي الصفقات المشبوهة التي تقصدها اين هي الصفقات المشبوهة التي قابت بها الدولة خلال هذه المرحلة او اي مرحلة اخرى حتى تتحدث تصريحا وتلميحا باكاذيب واضليل وابطيل بيقول انه اما هذا واما تتحول سيناء الى ارض مهجورة جرداء او ملعب مفتوح للجماعات المتطرفة احترم نفسك لانه سيناء لم تكن ملعب مفتوح للجماعات المتطرفة بتختزل بكلمتين بتكتبهم بقلبك كل المجهود والدم اللي اريق وبيراق دلوقتي من ابناءنا في سيناء دلوقتي بتقول ان سيناء مهجورة مش مهجورة حسب يا الله ونعم الوكيل بقول ان سيناء مفتوحة للجماعات الارهابية اللي بي موتوا في سيناء فيان ولدنا اللي بيموتوا في سيناء راحوا فيان ولدنا اللي ماتوا راحوا فيان بسهولة كده واحد قاعد فى تكييف بيكتب كلمتين هو وعردي يقول ايه تاني هقراها دي جريمة اضافية سيد النائب العام والسادة المعنيين بضمير حي احملكم المسئولية امام الله وامام هذا الوطن بيقول سيقنية اللي زي حالتي يعني من وجهة نظره سيصورونه كمؤامرة لتفتيت الدولة بل هي مؤامرة رغم انفك ومؤامرة مفضوحة ومكشوفة لا مجال لتفريد في اي قطعة من الاقليم مش اقليم اسمها ارض سيناء الاكثر تشربا بدماء المصريين ولفرضة هذا الاقليم وتمييزه سيكون قاطرة التقدم او ملعبا مفتوحا للجماعات المتطرفة بيمسح باستيكا دماء اولادنا بينكر دماء اولادنا بينكر مجهود القوات المسلحة دلوقتي بيقول ملعب مفتوح لما انت تصف انه سيناء بقت ملعب مفتوح يبقى حسب يا الله ونعم الوكيل فيك والقانون وراك هو اللي هينصر هو اللي هينتصر لدماء الناس ومجهود الناس اللي في سيناء ملعب مفتوح سيناء لم تكن ابدا ملعب مفتوح سيناء بها رجال اسود بيموتوا ما انتو مجربتوش انه ولادكو يموتهم انت قاعد لو جربت ان ابنك يموت ولا بنتك تموت ولا عيالك يموته هتعرف ان سيناء مش مفتوحة سيناء مش مكان ملعب مفتوح كلمة ملعب كلمة حقيرة لو انت جربت ان عيالك يموته مش هتكتب مش هتجرؤ انك تكتب ان سيناء ملعب مفتوح للارهابيين واختزل وانسى وضيع مجهود الاف المصريين هناك ابناء في القوات المسلحة والشرطة ملعب مفتوح للجماعات المتطرفة والصفقات المشبوهة ماذا تقصد بالصفقات المشبوه اين هي الصفقات المشبوهة فليسأله السائلون فليسأل السائلون من كتب الصفقات المشبوهة حدثنا عن الصفقات المشبوهة الامر امام الناس لله الامر من قبل ومن بعد الامر امام الناس اللهم قد بلغت اللهم فاشهد لا نا قتلي ولا جمل لست صاحب مصلحة اتحدث بتجرد يعلمه الله واذكر الجميع سيناء سيناء شرف مصر سيناء شرف مصر شرف الدولة المصرية سيناء فاكر الله يرحمه الزعيم الخالد جمال عبد الناصر وهو بتكلم بمنتهى الحزن بمنتهى الالم على سيناء سيناء قضية مصر سيناء قضية العرب سيناء كانت محتلة شعب المصري ما كانش بينام شعب المصري ما كانش بياكل شعب المصري كان بيعيط شعب المصري كان حزين من سبعة وستين لثلاثة وسبعين حرب الاستنزاف الاشرف والاشرص في تاريخ مصر عشان نرجع سيناء ويجي النهاردة واحد يقول لي نجبلها حاكم ونعزلها عن مصر جريدة مصرية للأسف للأسف جريدة مصرية شوفوا جمال عبد الناصر قليل الموضوع مش هو الجلاء عن سيناء وحده الموضوع اكبر من كده بكتير الموضوع هو ان نكون او لا نكون اما ان نكون او لا نكون وكنا يا رئيس رئيس عبد الناصر في قبره بقول له كنا يا سيادة الرئيس كنا بفضل الجيش المصري ورجالة الجيش المصري والقاد اللي جون من بعدك الرئيس السادات احنا حررنا سيناء بالمرارة والدم اللي ما عندوش دم يسمع الالم والدم والمرارة كم الوراه حسني مبارك ورجعنا طابة اثنين وتمانين بالعرق والجهد والمثابرة في محيط اقليمي ملتهب اسمعوا ان تحرير الارض المصرية التي ارض عربية افريقية هو انجاز هائل تتضاءل امامه الاحداث الجسام هو انجاز حققه الشعب المصري بالكفاح المتصر والعطاء المستمر بالعمل والامل بالتضحية والفداء بالصبر والمعاناة بالعرق بالدم بالدموع انجاز كبير حققته قواتنا المسلحة الباسلة التي ضمت ابطالا حملوا رؤوسهم على اكفهم ومضوا يقاتلون في سبيل الله وجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي يعيد لسيناء الارض سيناء الشعب يعيد لها ما فات ما فات من ضياع فرص للتنمية الرئيس وضع ايده على المرض وقال انه المرض علاجه تنمية شاملة تنمية كاملة تنمية مستدامة وبدأ بالفعل من خلال توفير ورصد ميزانية هي الاضخم في تاريخ المنطقة لتنمية سيناء تنمية مستدامة نستمع الى الرئيس عبدالفتاح السيسي انا بكلم على تخطيط عمراني متكامل هيكلف ميت مليار جنيه ميت مليار جنيه خلال الاتنين تلاتة سنة جايين وهنشوف هنعمرها ولا هنعمرها ان شاء الله هنعمرها او هنعمرها الرئيس الرئيس في ديسمبر 2017 قال هنعمرها او هنعمرها لا بديل عن النجاح لانه مصري بجد لانه مصري بجد مش مصري مزيد هنعمرها بجد في 2017 ديسمبر قال احنا هندفع بسرعة التخطيط العمراني بس ميت مليار جنيه هنعمرها بجد امتى من ثلاث سنين النهاردة الموضوع اتغير خالص النهاردة الموضوع اتغير من ثلاث سنين النهاردة عندي تلتمية واثناشر مشروع الهاية الهندسية بتقوم بيهم تكلفتهم ميتين مليار جنيه مية واحد وسبعين مشروع تم الانتهاء منهم كم مية واحد وسبعين مشروع بكم ميتين مليار جنيه والمية مليار اللي الرئيس قال عليهم للتخطيط العمراني عشان نعمل مجتمع جديد ابني مكان جديد مش اقليم جديد مش هستورد له حاكم الموضوع مش في حاكم الموضوع في ناس مخلصة متجردة عندها نبل بتحب بلدها بجد ما بتجرش بلدها هو ده كلام دي الانفاء دي الانفاء دي الانفاء اللي نيوتن ربنا عماه عشان ما يشوفش بعينه الانفاء الانفاء دي اتناشر نقطة عمور من غرب الدلتة من غرب القناة لشرق القناة لأول مرة في التاريخ بيتم تغيير جغرافية المنطقة من خلال اتناشر نقطة دخول وخروج الى سيناء اللي عايز يعمر بيعمر اللي عايز يخرب بيخرب اللي عايز يبيع بيتاجر بقول انه هذي الانفاء اتفرجوا يا مصريين ده الكلام اللي عمله سواعد المصريين وافكار مصريين هي دي سيناء اللي بتكلم عليها نيوتن في المصر اليوم بيقول انه سايبينها ساحة للارهاب بيتمدد بيتجول المبادرات المشبوهة ولا الصفقات المشبوهة بيتكلم بيقول انه هذين حاكم لسيناء منفاصل عن مصر بقول له بقول المصريين ايش هادوا يا مصريين هي دي سيناء دي سيناء اللي الليل بيصل بالنهار ورئيس الدولة وكل اعضاء الحكومة ومؤسسة الدولة وولادنا القضاء وولادنا اللي في الجيش وولادنا اللي في الشرطة وولادنا اللي في المؤسسات الأخرى كل الأرض في سيناء ارتوت بدماء هؤلاء الزكية افتكر الكلام اللي قالوا الاخوان والبلتاج لما قال مش هيوقف الضرب غير ما تفرجوا عن مين ايه علاقة المساجين الاخوان الارهابيين باللي بيحصل في سيناء سيناء ودخلنا والجيش داخل وطهر جبل الحلال قضى على كل العناصر اللي هناك وتكبت في هذا فطورة من الدم من الدم والارواح لولادنا ومحدش حاسس محدش حاسس وفي الآخر يقول لي حاكم لسيناء تعرفين يا مصريين سيناء اللي عايزة حاكم عشان يقول لي يطورها وتبقى زي هونكم وتخرج عن طوق مصر وتخرج عن سيارة مصر طرق عندنا اربعة وعشرين طريق الفين كيلو عندنا خمس مشروعات اسكان واحدة الاف ووحدة المدن الجديدة في رفح الجديدة وسلام والاسماعيلية الجديدة عندنا ميناء شرق بورسعيد عندنا ميناء الصيد في رمانة عندنا اربعتاشر مشروع صحي لو رأتلكوا الكلام عندي 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 ميت حاجة قدامي سبعة وعشرين سطر مكتوبين قدامي لحاجات تمت في سيناء تمويل تلاتة مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة عندي في الصرف الصحي معالجة بحر البقر عندي التعليم سواء فنين صناعيين ولا جامعات ومعاهد خاصة وعندي العمالة عندي عشان البطالة اتنين مليون فرصة عمل لكل ابناء مصر يروحوا هناك عندي سيناء اربعتاشر مشروع قومي على قصة مشروع الانفاق اللي كلكوا عليها نفاقين اسماعيلية نفاقين بورسعيد مشروع الكوبري القائمة على خناة سويس شق كبري جديد ستمائة واربعين متر يتم تطوير مطار العريش الدولي من شق ممرين تضمن مشروعات تنمية منطقة شرق بورسعية تفز الأرصفة البحرية اللي هي بعرض خمسونة متر عندي دولة عندي احواد الصدراع السمكي في مساحة عشرين الف فدان عندي مشروعات الطرق عندي اربعتاشر مشروع في مجال الرعاية الصحية عن تلات مستشفيات عندي مشروعات الشباب والرياضة حداشر مشروع عندي حداشر مشروع الاستفادة من المورد المائية عندي 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 حرام اني اختازل دا اللي بيحصل في سيناء قدامنا كل دا اللي بيحصل في سيناء قدامنا ويطلع في الاخر واحد يقول لي حاكم لسيناء حاكم لسيناء وسيناء ما بفكركم تاني انا عايز افهم تاني حل ممكن يا جماعة هيتم الاعلان عن مطلوب حاكم لسيناء لمدة ست سنوات تبقى للمقال حاكم لسيناء كلمة حاكم لسيناء جريبة مدة الحكم بتاعته ست سنوات جريمة تانية مهمه اكتر من تتجاوز مهام المحافظ جريمة تالتة الاستقلال التان ام الجرائم في القوانين والاستثمار استخدام اراض الدولة الابتعاد عن مزينة الدولة العلاقة بيننا وبين الدولة بس انتوا في الحماية والحدود والعلاقات الخارجية هو ده ليه اسم تاني غير تبتيت وانفصال وحكم ذاتي لو انا ما مش فاهم حد يجي يفوقني يقول انت مش فاهم حد يجي يقول انت غلطان والله انا بسأل ضمير هؤلاء ما هو بالتأكيد هؤلاء وطنيين اكتر مني ومن اللي جابوني انا لا ازايد على طريق حب لكن هذا المقال فاضح كارثي لا يجب ان يمر ملو الكرام وبقول تاني بنحترم الصحافة حرية الصحافة حرية التعبير لكن ابدا العبت في مقدرات الامن القومي لا علاقة لها بحرية الرأي وانما لها فقط علاقة بالخيانة والخيانة العظمى اللهم بلغت اللهم فاشهد اللهم بلغت اللهم فاشهد الراجل بيقول لي ابراهيم بيقول لي الحلقة ضاعر ما تضيع يا ابراهيم الحلقة ويضيع البرنامج وما اطلعش تاني عم لكن ما تضعش سينها ابدا ما تضعش سينها ابدا ابدا لانه الدماء اللي فسينة والارواح اللي راحت والله والله ينظرون الينا بارواحهم بدماءهم شاهدين على كل ما نفعل وكل ما نقول لا ازايد على احد ولا اتشكك في احد وانما ارمق من بعيد جريمة مكتملة الاركان وضعها وضعوها ومفكروها على ورق ونشروه في صحيفة مصرية بيملكها مصريين وبيدرها مصريين وبيعراها مصريين وبيعراها مصريين اشتركوا في القناة